سهل الخير أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار والاستثمار مع الشواربي مع حلقة جديدة حنشوف فيها كل ما هو جديد على أرض مصرين الحبيبة من فرص استثمارية وكل ما يدور في الأجواء المصرية في المجالات المختلفة الاستثمارية في البداية زي ما بتعودين بنتكلم عن أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة أو في الأسبوع الحالي النهاردة كان الرئيس السيسي في لقاء هام مع وزير الخارجية الكويتي احنا شايفين الرئيس السيسي مهتم بوضع أسس استمرار مصر كأم للمنطقة العربية دايما الرئيس بيقول إن أمن الخليج من أمن مصر النهاردة كان في لقاء موسع بين الرئيس وبين وزير الخارجية الكويتي وبلغ تحيات الرئيس لمعالي الشيخ نوافل أحمد الصباح أمير الكويت مصر وكويت ماشيين في خطة نحو التنمية المستدامة مصر عندها خطة ابتدت وانتهت منها فترة في 2020 والكويت عندها خطة لحد عشرين خمسة وعشرين طبعا مصر هتفضل هي مركز وصمام الأمان للمنطقة كان فيه نقاش كبير جدا بيدور النهاردة حول وضع سوريا والعراق ودور مصر وامتداد الأمن القومي المصري وارتباطه الوسيق بأمن الخليج ودول الخليج المختلفة طبعا التاريخ بيذكر دايما دور مصر من ناحية الحفاظ على أمن المنطقة العربية كاملة وبخاصة أمن الخليج كمان مصر بتقوم بدور بناء جدا في التبادل التجاري والاستثماري بالإضافة إلى تبادل الخبرات لأن مصر طبعا لديها جالية كبيرة جدا في مختلف الدول العربية وبخاصة في دولة الكويت أكد الرئيس على العلاقات الطيبة جدا بيننا وبين دولة الكويت واهتمامنا بالمواطن الكويتي واهتمامنا بالخطط المصدامة التي تقوم على أرض دولة الكويت طبعا احنا شايفين الرئيس رايح فين بمصر دايما مصر في مركز الريادة وقيادة للمنطقة العربية كاملة هنبتدي معاكم النهاردة حلقتنا وحيكون معانا ضيف عزيز جدا علينا وعلى السادة المشاهدين الاستاذ محمود البسطي الخبير العقاري مساء الخير يا محمود بي يا مساء النور ازاي حضرتك الله يبارك وحضرتك ده نورك ونور أسرة البرنامج ومتشاكلين جدا على الدعوة الكريمة ويا رب بكون ضيف خفيف عليكم ونعمل أي إضافة للبرنامج العظيم ده ان شاء الله احنا هنتكلم النهاردة عزيز المشاهدين عن أهم الفرص الاستثمارية في مدينة الشروق حاليا ومستقبلا وتوقعات الخبير العقاري محمود البسطي للقادم في مدينة الشروق وفي شرق القاهرة هنبتدي في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه أفضل طريقة لشراء عقار هقول له حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم احنا لما نيجي بس عشان نحدد احنا بنعمل ايه احنا لما نيجي بنشتري عقار احنا لازم نجاوب على ثلاث أسئلة تمام انا بشتري ايه من مين ازاي تمام اشتري ايه انا بشتري شقة بشتري فيلا بشتري توينهاوس لازم اتأكد من قانونية هذا العقار اللي انا بشتريه اتأكد ان هو عقار لرخصة التقسيمة بتاعته نفس التقسيمة اللي موجودة في الرخصة خالي من المخالفات خالي من اي حاجة تحول دون تسجيله بعد كده او ان انا ايه ويعطلني في اي حاجة بعد كده سواء مع الجهاز او سواء مع وزارة الاسكان ده انا بشتري ايه وقلنا ده قانونيته في حلقات سابقة قبل كده وازاي اتأكد من خلوه العقار من المخالفات وازاي اشتريه طيب انا بشتريه من مين الشخص اللي هياخد بالبلد كده من الفلوس ده علاقته ايه بالعقار تمام هل هو زي احنا بقول كده مالك اصيل ولا هو عن طريق توكيل ولا هو عن طريق مشاركة ولا هو عن طريق ادارة فلازم اتبحدد انا بشتري من مين وابحث في قانونية وعقارية اللي انا بشتري منه تمام ازاي دي بقى وهي اهم حاجة في الموضوع كله ان النهاردة انا بتنتهي العلاقة البيعية اللي بيني وبين انا كمشتري بيني وبين البائع ويفضل هو مالك العقار لو ما كانش شارب صيغة سليمة هيقابلوا مشاكل بعد كده بداية من المرافق نهاية حتى اعادة البيع او التسجيل تمام طيب احنا عايزين نتكلم عن مدينة الشروق بصفة خاصة هي مدينة من المدن القديمة عايزين نعرف منك يعني خلينا نوري الناس اهم شكل الاستثمار النهاردة بنتكلم عن سعر الارض من سالة مثلا 2009 للنهاردة في مدينة الشروق والسعر الوحدة العقارية كانت بكام وبقت بكام سعر الارض ابتدى بكام وصل لكام النهاردة والسعر الوحدة العقارية كان بكام والنهاردة بقى بكام بص يا فانت انا عايز اوضح نقطة مهمة جدا الفرصة في حينها للعامة مش فرصة تمام يعني سنة 2007 كان سعر الارض في الشروق مئة الف جنيه سعر قطعة الارض اه بمئة الف جنيه تمام لو كان حد عارف ان هي في 2020 هتبقى بخمسة مليون كانوا كله راح يشترخ طبعا تمام فاذا مين بقى اللي يوزن ان النهاردة في فرصة طيب 2007 كانت بمئة الف تمام 2009 بقت بربعمائة الف 2011 وصلت 800 ألف لمليون 2020 بقت خمسة مليون تمام اذا الفرصة في حينها للعامة مش فرصة اقولك بقى مفاجئة هل تتخيل سنة 2012 2008 لما كانت الارض دي مثلا بمتين ألف كان ييجي الناس يقولك لا 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 ده كده غلية قوي ده اللي اشترى اشترى واللي كسب كسب خلاص هي مش هتكسى بكتر من كده اي كلام في اي حتة يثبت الهمم وخلاص توقعتوا من ان دي اخر سقفة ده اخر سقفة وتفضل تدي تاني تمام اخر سقفة فالكلام اللي يسمعه زمان هو اللي يسمعه لا لم تنعدم ولن تنعدم تمام لحد النهاردة انا بقول لحضرتك ان في فرص عقرية اللي اشترى سنة 2016 و2015 النهاردة حصلت معاطف رجبير جدا بقى السعر تقريبا تضاعف تمام تمام طيب السؤال التاني عايز اقول لحدك المقارنة بين اسعار الامطار في الشقق من اول 2009 كان متر بألف جنيه وتسيلات خمس سنين تمام بمقدم 30% خلاص مرورا بقى بألف ونص و2003 والنهاردة بخمس تلاف جنيه متر وممكن يكون فيه تسيلات بسيطة لا تتجاوز السنتين طيب ده يودينينا الحتة هو المطور العقاري النهاردة اللي بيستثمر وبيطور مشروعات جوه مدينة الشروق وضع ايه يعني يعني الناس دول وضع الشركات دي النهاردة ايه شكلها المال يعمل ازاي حلو قوي زمان سنة 2008 و2009 و2010 كان قطعة الارض تمانها ربعمائة الف جنيه تمام والمبنى يتكلف مليون جنيه تمام يعني مشروع على بعض مليون ربعمائة مش كده تمام كان اللي بيعدي من قدام مدينة الشروق يخش ولي يا جماعة هو هنا فيه اراضي للبيع يقولوا والله فيه اراضي مشاركات ابراهيم بيع عنده ارض ييجي محمود يشاركه عليها طبعا بشارك بنسبة 60% ليا 40% لحضرتك فبالتالي هم حضرت يفطى شوها للبيع وكان السوق ساعتها حلو فكان يبيع بمقدمة 50 ألف و40 ألف السعر مقبول ومتناسب مع إمكانات الناس بالزبط والمكان حلو طب هو بقى وضميره بنا ما بناش خد الفيوز خد بيها ارض اتنين تلاتة اربعة الكعب اللي فيهم بقى عندنا 50 ضحية 100 ضحية تكاد يعني تحدث ولا حرك النهاردة بقى الوضع اختلف 180 درجة بالزبط بقى أصغر مطور عقاري في الشروع لما يحب ياخد مشروع واحد هو لازم يحط 5 مليون جنيه على الأقل 8 الأرض غير تكلفة المباني طبعا قطعة الأرض فقط 5 مليون جنيه ده اين وجدت تمام ويبدأ هو يسوق للعميل تمام فإذا لو عميل بس كتب عقد شقة وتقاعص عن السداد المطور خسر جزء يجبه من مكسبه وبيدفع من جيبه عشان يكمل مشروع ويدفع من جيبه فهنا أصبح إن المطور هو اللي خايف من المشتري المشتري يشاري مثلا شقة بمليون جنيه تسهيلات 3 سنين دفع فيهم كامل 5355 355 تمام تمام المطور بني ب5 مليون الأرض مدافع فيها وحدها 5 مليون غير المبنى المبنى يتكلف كام بقى؟ المبنى هيتكلف له مش أقل من 5 مليون زيهم بني كان في مشروع بصدد مشروع قوامه 10 مليون جنيه فمين كده اللي يخاف من مين؟ هل اللي خادت 350 ألف جنيه من واحد ده هيسيبهم عشان 10 مليون سيبهم على الأرض أكيد لا فأصبحت بقت 180 درجة بقى المطور هو اللي خايف من العميل العميل النهاردة لو تقعص عن السداد يقول لك أنا مش هدفع تديني كام عشان يديك العقد عشان يرجع الوحدة شفت وصل الموضوع يكسر والتاني بقى المطور ما يقدرش يبيع الوحدة مرتين بقى فعور في النص نصة طبع فإذن بقى دلوقت رقبة المطور في إيد المشتري تمام طيب إحنا شايفين تطور في فكر الاستثمار في العقارات يعني إذا ما كانت الناس بتشتري واحدة سكنية أو واحدة تجارية أو واحدة إدارية لها أو عيادة وبتستثمرها بشكل مباشر لو هو دكتور هيأجر العيادة هيوعد في العيادة بتاعته ولو عنده شقة هيبي أجرها هيبي يسكن فيها هيبي يديها لحد من أولاده ده الشكل العادي طيب إحنا عايزين نقول النهاردة إيه اللي اختلف في المباني الإدارية في حس السسمار إزاي بقى بتجيب فلوس أكتر من الأول بص يا فن الأزمات الاقتصادية بتخلق فكر تسويقي مختلف لو السوق حلو حد هيروح يدرس تسويق لا مش هيك كده كده بيع نفسار مش قولك حسن السوق زيما كله زمان بيحطوا يفطة والغافير بيبيع الأرض بس وخلصنا لكن لما يكون فيه أزمات الأزمات دي على فكرة ليها فوائد إبداع إبداع طبعا وتخلي الناس هي تتعلم إزاي يبدع عشان يحفر اسمه في السوق وعشان يحط منتجه في المكان المناسب ويحصل تنافس بين شكل الوجهات والتأسيمة الداخلية وإضاءة المداخل والفخامة المدخل بتخلي الموضوع كده أقول لحضاك حاجة من 15 سنة أو 20 سنة كان الدكتور لما يعوز يفتح يا ده بيعمل إيه يعيشتري عادة أجر مش كده؟ طيب بعد شوية بقى إيه حصل فكرة إبداعي شوية فبقى اتنين ممكن ياخدوا قطين في شقة وكل واحد يبقى عيادة بالزبط صح؟ بيجيبوا كترة واحد بالزبط لحد ما اخدوا مثلا الشوق بتاعة الكربة الكبيرة اللي فيها أربع خمس قوة فيحطوا فيها أربع خمس لكترة وسكرترة واحدة لحد ما ييجي حد يعمل فكرة إبداعية فعلا يدفع فيها فلوس يعمل إيه بقى؟ يقول لك أنا هدي أنا هعمل مول طبي هدي العيادة لدكتور إبراهيم من يوم الحد ويوم الأربع من واحدة الاثنين وهديها لمحمود يوم الحد ويوم الأربع من أربعة الخمسة آه نفس العيادة تستغل كذا مرة آه انقسام الوقت آه زي تايم شير كده يعني تايم شير بس فعلي بس فعلي عملي هي عيادة الأسنانة هي أديها لأربع دكترة في الأسبوع كل واحد ليه ومين تمام تمام كده؟ فده فكر إبداعي وأعتقد ده كمان خرجها من ناطق بتاع الدكتور ما بيقيتش تاع الدكتور يعني ممكن إبقى مستثمر بزر واخد ده وبيعجرها هي دي بقى النقطة التانية زمان كالي بيستثمر في المجال الطب مين؟ ده كترة النهاردة مش شرط إن انت تبقى دكتور عشان تستثمر في عيادة بزر مش كده؟ طيب خريطة الاتصمار اللي جاية رايحة فين؟ اللي حاصل في العيادات اللي أنا حكيت لك عليه قد يحدث في الوحدات السكنية إزاي وفين؟ ما عرفش بس هيحصل فيه توقع إن حاجة تطلع برضو بالزر تمام؟ أقول لك حاجة بقى على مسؤوليتي عايز تستثمر وترمي فلوسك صح النهاردة خد مكتب إداري مكتب إداري؟ أعتقد بس أصل التاريخ لما يجبناك في سوق العربية طولها دي موجودة في المكاتب فيه مكاتب بتأجر بالساعة بالزبط وتأجر باليوم بالزبط هتاخد انت بقى مكتب إداري لأن التاريخ لما يعيد نفسه حتمية النهاردة القاهرة بتفضى وتروح ويعد تخططها طبعا عشان العاصم ما أعتقدش إنه هيتسمح بمكاتب إدارية فوسط الكتر السكنية فهيزبق من اللي عنده رجد اللي ياخد مكتب إداري في أي أن كان لكن مكتب إداري مرخص في مكان محترم طيب أنا أسألك على حاجة طيب المطورين كلهم الكبار كمان بيتكلموا عن إيجاد فرصة لشكل تعاون بين الشركات العقارية وبين البنوك لتمويل العقار ووضع الشركات المتوسطة والصغيرة أو المستثمرين العاديين مش اللي بيعملوا مشروعات ضخمة أو كومباوند ممكن يعني عندك مقترح لشكل تمويلي ممكن يساعد العميل إن يشتري كويس ويساعد المطور ده إنه هو يشتغل كويس هقول له أحداك حاجة أنا بسميها إحنا عندنا في مجموعة نون العقارية عندنا أقدر للبحوث تمام هالدور المجتمعي للبنوك في تطوير التطوير العقاري تمام وبسم الله الرحمن الرحيم كده أقولك إزاي تمام دلوقتي دكتور إبراهيم عنده أرض تسوى أربعة مليون سعرها السوقي تمام ييجي بنك زي بنك القاهرة يقرض أو يمول دكتور إبراهيم مثلا بستين في المئة من المبلغ ده تمام طيب هيديها إزاي بقى على مراحل البناء بنيت سقفين تاخد كذا بنيت سقفين تاخد كذا بنيت سقفين تاخد كذا هنا دكتور إبراهيم مضطر أنه هو يحرق علشان يبني يحرق وحدات عشان يبني لا مش مضطر بالزبط مش كده لأنه هو حينفذ سوق بعقه ما بعقش مش كده اللي هي بتقال عليها اخصاديا عقار كامل التمويل يعني أنت هتبنيه 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 بالزبط طب أنا دلوقتي لمش إحنا فاكر الحلقة اللي فايت لما قلنا أنه إحنا معابلة الاستثمار العقاري بائع مشتري عقار بالزبط طيب تخيل بقى حضرتك لو محمود جاي يشتري من دكتور إبراهيم بدل ما كان بيقابله في شركته اللي أنا هقابلك في البنك القاهرة ونكتب العقدي هناك تمام أي أمان تلك نبحث عنه مش كده تمام أنا هكتب عقدي في بنك القاهرة ويدفع لقصات جوه البنك ويدفع لقصات جوه البنك يعني ما ينفعش المطور ياخد الفلوس دي في الحالة دي ويستغلها في حاجة تاني ما ينفعش هو البنك هنا هو اللي ضام تمام هفضل أنا وحضرتك أنا مشتري وحضرتك مطور هنفضل حبايب جدا تمام تمام خد بقى أنا هيك عن كم الاستفادة اللي هيستفادها الثلاث أطراف العقار والبائع والمشتري تمام البائع خلاص هو فلوسه بتاعت التمويل تمويل وحدته وتحت رقابة أنه هو بينافس بيس ومعندوش مشاكل في اللي اشتري منه عشان فلوسه مضمونة دفع مش هيدفع البنك هو تولى بقى عنده كيان قانوني يحمل مطور بالضبط تمام وأنا كمشتري عندي كيان لأن كل بنك بقى فيه قدارها هندسية بيروح يستلم من المطور المباني شكلها عامل إزاي آه بيراقب الجدوى للزمني للتنفيذ فأنا ضمنت فأنت بقيت مطامن أنت كأنك جايب استشاري لك كمان بيبص على الفلوس دي ناحية الناحية التانية بقى عقار خالين المخلفات مش كده آه طبع وأنا دلوقتي مش مستني أسأل على الدكتور إبراهيم ويا جماعة تعرفوه طب هو بيبني كويس ما بيبنيش كويس تمام انت وفرتلي وقت الشغلي والجهدي بحاجات تانية كتير لأنها دخلت اشتريت تمام خلاص البنك بقى كمان هيعمل ايه هيعمل هيحصد مني مقابل عمول التحصيل تمام والبنك ساعتها ممكن يقوم بعملية التسويق مقابل عمول التسويق تمام منظمة كانت بقيت آمنة اللي بيشتري البنك نفسه بقى عقار خالي من المخالفات يقدر يضمنه بتمويل عقاري لحد عشر أو عشرين سنة تمام خلاص كده وصلنا ايه بقى للهدف الأسمى والأعام اللي يخلي قاطرة التنمية العقارية أو التطوير العقاري ينطلق الانطلاق بلا حدود اللي هو ضمان تصدير العقار طيب عايزين نقول فرصة حالية استثمارية أخيرة وإحنا في آخر الحلقة تمام لأستاذ المشاهدين نقول لهم أفضل فرصة استثمارية حاليا موجودة داخل مدينة الشرق بص يا دكتور قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضين وينكر الفم وطعم الماء من سقم اللغط اللي في السوق العقاري والإعلانات الكتير النهاردة خد بعشرة في المية والباية على عشر سنين طب خد زيله في المية والباية على عشرين سنة طب خد بالمطبخ والتكييفات خد وتعالى بكرة خد تاني وحاجات الجميلة دي خلاص بيخلي فيه غشاوة على العين ما يقولكش الاستثمار الصح فين وخلينا أقولك بقى أختمها بفكرة صدق أو لا تصدق تمام جدا بمدينة الشروق فيلات بمقدم عشر في المية والباقي حد سبع سنين الاسم المطور أكبر اسم للتطوير العقاري في الشرق الأوسط بين قوسين المقولين العرب شرقة المقولين العرب تمام كده استلام كمان سنتين وزيدوا كم الشعر بايتن فيلات بهليوبلس الجديدة استلام فوري كاملة المرافق بعشرين في المية مقدم والباقي على سبع سنين تمام الاسم مطور قوي المصرية الكويتية يعني تدفع بالزبط سبعمائة ألف وخد مفتاح فيلاتك زيف زيف طيب احنا طبعا وقتنا جري معاك بسرعة يا رب نخل انا سعيد بالنقاءات جدا نشوفك في حلقة تانية نكمل بقية الفرص السمارية المطاحة في مدينة الشروق نتمنى نكون فدنا السادة المشاهدين بوجود حرك معنا ونشوفك في لقاء قادم إن شاء الله يا رب يخليك تسلم شكرا لحضرتك ولكل المشاهدين عزيزي المشاهدين هنا وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم النهاردة من برناميكو حوار والسسمار مع الشواربي إلى أن نلقاكم الخميس القادم التاسعة ونصف مساء نترككم في رعاية الله